نعم سوف نتعرف على طريقة كيفية حول مشكلة انستغرام نقوم بالضغط على ضبط اليدادات بعدها سوف نقوم بالضغط على تطبيقات ثم سوف نقوم بالنزول الاسفل والضغط على انستغرام حسبكم ثم سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة انتم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح التخزين مؤقت بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على اشترك والاشتراك في القناة هناك فيديو قادم ان شاء الله